بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف مرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين حبابي مشاهدي القناة الطبية النهاردة مع برنبران أقراس الحقن مضاد للغسين والقي برنبران أقراس وحقن مضاد للقي والغسين هو عقار له تأثير على حركة المعدة ينتمي لعائلة مضادات الدوبامين والدواء يستخدم كمضاد للقي والغسين والمادة الفعالة في الدواء هي مادة ميتو كلو براميد هيدرو كلوريد وأثبت فعالياته في علاج أعراض القي والغسين لدى البالغين مكونات برنبران تحتوي على نسبة 10.5 ميلي جرام من هيدرو كلوريد الميتو كلو براميد تنتمي إلى مضادات الدوبامين التي تساعد على تخفيف الشهور بالغسين دواء استعمال برنبران علاج الحرقان الذي يوجد في المعدة وهو الناتج عن ارتجاع المعدة والمرين يتم استعمال الدواء في جميع الحالات التي تميل للقي والغسين علاج جميع الحالات التي فيها ارتداد للحامض المعدي والكهاب المعدة والإسنا 10 ايضا يوجد حقن برنبران للولادة تستخدم قبل الولادة بفترة قصيرة من أجل تسهيد عملية المخاط وتقليل الألم الذي تشهر بالأم إثناء عملية الولادة حقن برنبران تفتح الرحم المادة الفعالة الموجودة في الدواء لها كثير من فوائد في المرحلة الأولى من المخار لأنها تساعد على فتح الرحم والتخفيف من ألام الولادة الذي يحدث في هذه المرحلة تسبب طول مدتها وضيق فتح عنق الرحم وحقن برنبران قبل الولادة تقوم بفتح الرحم وتستخدم هذه الحقن في الفترة الأخيرة من الحملة وتساعد على تفسيع عنق الرحم وتسهيل الولادة بالنسبة لحقن برنبران للترجيع أو للقيب الجرعة المعتادة للأشخاص البلاغين من أجل علاج الترجيع والقيب يمكنك تناول كرس واحد ثلاث مرات يومين ولاجب أن تزيد الدرعة ده بالنسبة للأقراص ولاجب أن تزيد الدرعة عن ذلك أما في حالات الأشخاص الذين يتقل أوزانهم عن ستين كيلو جرام أو من يعانون من المشاكل في الكرة أو الكبير عليهم تقليل الجرعة حسب الحالة وسدتها جرعة برنبران أقراص نصف إلى كرس ثلاث مرات يومين وذلك كل ست ساعات على الأقل يعني أربعم مرات يومية أما جرعة حقن برنبران للبلاغين الجرعة المصاريها 10 ميلي جرام أي حقنة واحدة يومياً وبحد أقصى 30 ميلي جرام يومياً أي ثلاث أمبولات يومياً للأطفال من سن سنة إلى 18 سنة تكون الجرعة 0.5 يعني 5 من 10 ميلي جرام لكل كيلو جرام من الوزن ولاجب أعادة هذه الجرعة خلال 24 ساعة جرعة اللبوس أو الأقماع للبلاغين الجرعة تكون 1 إلى 2 قمعة ولا يتم استخدامها أكثر من 5 أيام جرعة برنبران شراب يحدد الطبيب الجرعة من الشراب المنسب للطفل حسب وزن الطفل والدرعة تكون من خلال أخذ 15 ميلي جرام لكل كيلو جرام من وزنه ويتم تقسيم الدرعات على مدار اليوم ثلاث مرات يومياً في سؤال يطرح نفسه هل حقن برنبران عضل أم وريد يمكن استخدامها للحقن في العضل أو في الوريد برنبران أكراس قبل الأكل ينصح بتناول هذا الدواء برنبران أكراس أو استخدام الحقن عن طريق الوريد أو العضل واستخدام الأكراس قبل الطعام ينصح باستعمال الأكراس برنبران قبل الطعام طيب إيه الأخير الجانبية لبرنبران يحدث للمريض ميلي النعاس وإحساس بالتعب وشعور بالضوخة والصداع وفي بعض الأحيان شعور بالرعشة التي توجد في الجسم ويحدث للمريض حالة من الإسهال وانتفاق في البطن وغازات وفي بعض الأحيان اتربط في الدورة الشهرية وقد يحدث أيضا انخفاض في دواء الدم ولكن كما قلنا سابقا هذه الحالات تكون نادرات الحدوث احتواطات ومعينة استعمال برنبران يتم منع استعمال الدواء تماما لجميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سرق ويمنع استعمال الدواء جميع المرضى الذين يعانون من وجود حساسية شديدة لمكونات الدواء ويهزر مع المرضى الذين يعانون من وجود قصور في الكلا أو الكبد ويمنع استعمال الدواء في حالة الإصابة بمرض باركنسون ويمنع استعمال الدواء في حالة الإصابة بالصرع ويمنع استعمال الدواء في حالة الإصابة بالصرع بالنسبة لحكم برمبران هل لها تأثير على الحمل لا تتدل على مدى ضرر هذه الحكم في فترة الحمل سواء الام او الجنين ويمكن استخدامها تحت اشرف طبق برمبران للرضع يستخدم مع الاطفال فوق عمر السنة وليس قبل ذلك برمبران والرضاعة يمكن تناوله في فترة الرضاعة طبعا من جانب الام لان المادة الفعالة الموجودة به تمر بكمية قليلة في لبن الام ولكن اذا لاحظت الام اي اعراض على الطفل عليها توقف عن تناول برمبران وهذا العرض مثل ان عايس وانهم لفترات طويلة بشكل غريب لابد حينها اتوقف عن تناول برمبران بنسبة للسعر برمبران برمبران 1 من 10 جرام لكل 100 ملي ده 8 جنيه و15 جنيه يعني 8 جنيه وربع وبرمبران 10 جرام اقراس ب6 جنيه و45 وبرمبران 10 جنيه بتسع جنيه وبديل برمبران يوجد البلار لبرمبران نسل اماتيك وميكلو برام وميتو كلو براميت وكلو برام وأدوية مثل هذه الأدوية يعتبر دواء بالإمبرام من أكثر أدوية شهيرة في الصدليات والأكثر استخداما في علاج حالات القيء والشعور بالغسيان استعد الحالات القيء والغسيان من الحالات المزعجة للغاية والتي تؤدي إلى تعرض الفرد أو الشخص ويحتوي الدواء برمبران على مادة فعالة ميتو كلو براميت مضادة للقيء وتعتمد بطريقة عملها على تصبيت تأثير الدوبامين ومنع ارتباطه بالمستقبلات الخاصة به إذن كما قلنا سابقا أن دواء استعمال برمبرانك وغسيان تخفيف من عرض اضطراب الدهاز الهضم والمعدة المصاحبة لجلسات العلاج الإشعاع والكيمياء عند مرضى السرطان وعلاج عصر الهضم هو استخدامه كدواء مساعد في علاج التهبات المعدة ويمكن يساعد في تنظيم معدل ضربات القلب الذي يتأثر بالقيء أو الغسيان هل يستخدم برمبران لعلاج ارتجاع المريء؟ يمكن استمال برمبران أنبول لتخفيف أعراض ارتجاع المريء حيث يعمل على تنشيط حركة المعدة بالإضافة لعلاج القيء والغسيان وبهذا يتم منع وصول الحمض المعدة إلى المريء مثل ما قلنا سابقا يتركب الدواء من المادة الفعالة وهي هيدروكلوريد ميتوكلوكراميد هي مضادة للقيء ويوجد به مواد أخرى مساعدة مثل نشاء الزرع وسيطرات المغنسيوم والسيليكا لمائية الأشكال الدوائية يتوفر دواء برمبران لعلاج القيء في أشكال دوائية مختلفة مناسبة للبلغين ومناسبة للأطفال في أقراص برمبران تركيز 5 ميلي جرام و10 ميلي جرام وفي حكم برمبران تركيز 5 ميلي جرام لكل ميلي وفي شراب معالج برمبران لأطفال تركيز 5 ميلي جرام لكل 5 ميلي ولبوس أو أقماع برمبران تركيز 10 أو 20 ميلي جرام أضرار تناول برمبران هناك بعض الأضرار الصحية التي يتعرض لها فائع قليلة من المتخاصة عن استخدام برمبران وتراه الأعراض الجنبية بين الخفيفة والحدة تابعا لتفاعل الجسم مع المادة الفعالة للعقار أو تحسسه للتركيب الكيميائي أيضا الإصابة بالحساسية المفرطة لمكونات الدواء وانخفاض معدل ضربات القلب وشعور بالتعب والأرهاق واضطراب موعد الدورة الشعرية واضطراب عصبية مستشعور بالاكتئاب وعدم انتظام ضربات القلب وضغط الدم ونوبات حادة من الإسهل والإمساك ورغبة شديدة في النوم وتعارق الدسم كل هذه أضرار يمكن أن تحدث من تناول برنبران كما قلنا سابقا أيضا معانا على استعمال الأطفال الذين تقلع عمرهم عن 18 سنة المصابين بحساسية وهي منكونات العقار والمصابين بمشاكل في الدهاز الهضمي والذين يعانون من أنامية أو انخفاض مستويل همجلوبين في الدم ومرضى ضغط الدم واضطرابات الغدة القذرية والذين عندهم عدم انتظام في معادل ضربات القلب والمصابين بمشاكل في الكبد أو الكيلة وأيضا المعرضون لأنوبات صرع أو أشلال الرعاش بعد كده بالنسبة لبرنبران يمكن أن نقول أيضا إن برنبران هو أحد الأدوية الهامة التي يتم استخدامها بكسافة في الصيدليات لعلاق القيء والغسيان حيث أنها تعمل على زيادة حركة الدهاز الهضمي وزيادة تقلص العضلات مما يؤدي إلى سرعة تفريغ المعدة من الطعم وانتقاله إلى الأماء وتودت في أكثر منه شكل إصدالي أقراص وأقماع وحكم وشراب وتساعد المادة الفعالة فيه يميت وكلورو وبرميت فيزيادة حركة عضلات الدهاز الهضمي دون التأثير على الأفرازات مما يزيد من تفريغ المعدة إلى القولون بجانب علاج القيء والغسيان الناتد عن الصداع النصفي أيضا ومضاد القيء والغسيان الناتد عن العلاج الشعاع الكيميائي لمرض السرطان ويستخدم في تفريغ المعدة قبل العملات الجراحية ويساعد في علاج الاختجاع المريض ويساعد لعلاج ركود المعدة بعد إجراء العمليات الجراحية يمكن أن يكون هناك أثار جنوبية مثل فعور بالدوخة والصداع والخمول واختلال حركة الدسم وخلل في ضربات القلب وخلل في ضغط الدم والتفاعلات الدوائية يتفاعل برمبرين مع بعض الأدوية يقلل تأثير بعضها ويزيد من تأثير بعض الأدوية الأخرى ولذلك يجب الرجال الطائفة في هذه الحالة عند تناول أدوية مثل المضادات الحيوية عائلة السايكلو سبورين ودواء الديجوكسين لعلاج ضعف عضلة القلب والفينوسيازين والليسيوم ومضادات المسكرين والأفيونات والبرس التامول والأسبرين والكحل وفي نهاية هذا الفيديو أرجو من حضراتكم الاشتراك في القناة وضغط لايك إذا أعجبك الفيديو وتشير الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وواتس وواتساب وارجع تفايل الجرس ليصلك كل فيديو جديد عن أي دواء جديد وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته